بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه مع التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة مع جزء تبارك سورة المعارج الصفحة 569 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء يبصرونهم الياء مضمومة لا تنسى ضم الشفتين في الياء والباء مفتوحة يوبى ثم لدينا الصاد مشددة صاد ساكنة ثم صاد مفتوحة صاد المفتوحة مرتبة ثانية في التفخيم والرأة مفخمة لأنها مضمومة يبص هذه الساكنة ثم صا يبصرونهم من الأخطاء أنه تكوير الشفتين في نطق الصاد يبصرونهم هذه خطأ يبصرونهم هذه خطأ الصحيح يبص 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 يبصرونهم ولا ننسى ضم الشفتين في الراء والوا هنا والها أيضا مضمومة الميم مظهرة لو استمرنا في القراءة يبصرونهم يود هكذا نسمع صوت الميم يود الدال مشددة دال ساكنة دال مضمومة نضم الشفتين فيها المجريم اللامقمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد الميم مضمومة المو المجريم الجيم مقلقة لساكنة قلقة لصغرى لأنه في وسط الكلام الراء مراققة الميم لأنه مكسور الراء والميم مضمومة نضم الشفتين لو يفتدي هكذا نضم الشفتين في الواو والفاء ساكنة مهموسة يجري فيها النفس ومخرج الفاء ضعيف لهذا نحتاج إلى نفس وخاصة إن كانت ساكنة يفتدي دي كسرة الدال من الميم مكسورة ونكسرها جيدا من نون الساكنة بعد النون عين إذن هنا إظهار من عذاب عذاب افتح الفن في الآلفات يومئذ يوم ضم الشفتين في الواو ثم الميم مكسورة وليست مفتوحة من الأخطان تقول يومئذ ما هي مي يومي يومئذ هكذا والهمزة مكسورة أيضا والذال فيها تنوين كسر إذن جاء بعدها باء إقلاب إلى مين بغنى بمقدار حركتين يومئذ ببنيه ب باء باء مكسورة باء مفتوحة ب باء ببنيه نون مكسورة ونقف علىها ساكنة مهموسة وصاحباته من الخطة أن تقول و وصا وصا تفخم الوا والواو مستفلة لأنها جاورت الصاد المفخمة مرتبة أولى لماذا؟ لأنها مفتوحة بعدها ألف إذن وصاحباته حي كسرت الحاء جيدا وهنا لدينا مد صلة صغرى بمقدار حركتين وصاحباته وأخيه وأ وآ همزة مستفلة لا تفخم الهمزة وألخاء هنا مرتبة أخيرة لأنها مكسورة ونقف علىها مهموسة ساكنة وأخيه وفاصيلته من الأخطاء أيضا هنا أن يقول وفاصي وفاصيلته يفخم الفاء وممكن أن يفخم الواو أيضا لأنها مجاورة للصاد المفخمة ومرتبة أخيرة لأنها مكسورة إذن الصح وفا وفاصيلته تا مكسورة لا تهمس تقول وفاصيلته هذه خطأ الهمس يكون في تا ساكنة والتا المتحركة فيها همس لطيف جدا بسيط جدا الهاء أيضا مكسورة نكسرها جيدا التي لا تمسك هذه اللام المشددة من كلمة التي إذ أن اللام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لنعمر تو تو وي لدينا هنا تا مضمومة ثم الهمزة والواو هنا مكسورة تو وي قفل الأوتار الصوتية في الهمزة لا تقول خطأا تو وي خطأ هذه خطأ تو وي وي هكذا كسرت الهمزة وجاء بعدها ياء ونقف على ها مهموسة ساكنة ومن في هنا لدينا النون ساكنة جاء بعدها فا إذن إخفاء مرقب بغنى بمقدار حركتين لأن الفا مستفيلة الأرضي الأ الأ هنا لدينا الهمزة مستفيلة لا تفخم الهمزة لمجاورتها الراء المفخمة لأنها ساكنة ما قبلها مفتوح والضاد المفخمة هنا مكسورة إذا مرتبة أخيرة مرتبة خامسة الأرض جميعا جميعا ميم مكسورة اكسرها جيدا وهنا تنوين مع الثاء إخفاء بغنى مراققة لأن الثاء مستفيلة بمقدار حركتين جميعا ثو أذهب إلى مخرج الثاء جميعا ثو إذا نطقت الثاء أضم الشفتين لأنها مضمومة ميم مشددة فيها غنى بمقدار حركتين ثم ينجيه لدينا يا مضمومة يو النون ساكنة بعد النون الساكنة جيم إخفاء بغنى مراققة لأن الجيم من حروف الإخفاء والجيم مستفيل والغنى بمقدار حركتين والجيم مكسورة أكسرها جيدا ينجيه نقف علىها ساكنة مهموسة كلا هكذا لا تقول كلا لا تمسك اللام المشددة إذا استمرنا في القراءة لدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذا مد جائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة كلا إنها هكذا كسرت الهمزة هنا إي ولا تمطها بحيث كأنه بعدها يا خاصة إذا جاء بعدها نون مشددة أو نون فيها إخفاء وهذا من الأخطاء إي إن 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 وليس إن إن هذه خطأ هذه مط لكسرة الهمزة النون مشددة فيها هنا بمقدار حركتين إن ها هكذا نفتح الفن في الألفات لا لا تقول لا لا خطأ لا لا الظا هنا مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة جاء بعدها الألف المقصورة لا 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 هكذا هو الصح نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا نزاعة للشوى الزاية هنا مشددة إذا نزاية ساكنة ثم نزاية مفتوحة نزاة ولا ننسى النزاية من أحرف الصفير العين عميقة نزاعة عَتا عَتا التنوين ثم جاء بعده لام وهنا إدغام بغير غنة لأن اللام وراء من حروف الإدغام بغير غنة نزاعة نفتح ثم بعد ذلك الإدغام بغير غنة نزاعة للشوى للشوى شين فيها تفشي وهي مشددة شين ساكنة ثم شين مفتوحة تدعو الدال مقلقلة لأنها ساكنة قلقلة صغرى لأن في وسط الكلام والعين مضمومة نضم الشفتين تدعو من أدبار نون ساكنة بعد نون همزة إظهار لأن الهمزة من حروف الإظهار والدال هنا ساكنة بها قلقلة والراء مفخمة لأنها مفتوحة أدبار من أدبار هكذا طبعا قلقلة صغرى لنا في وسط الكلام وتولى وتولى كلها مفتوحة واللام هنا مشددة لا تمسكها وتولى وجمع 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 فأوعى فأوعى ضم الشفتين في الواو فأوعى إن الإنسان هنا هذه الهمزة المكسورة دائما أنبه لا تمطها تجعل بعدها هياء وخاصة جاء بعدها نون مشددة نون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين القمرية لأنها بعدها غير مشددة مكسورة الهمزة الإنسان النون مع السين إخفاء بغنة مراققة لأن السين مستفلة وتكون بمقدار حركتين وأذهب إلى مخرج السين الإنسان هكذا أفتح الفن في الألف الإنسان خُلِقَ خُلِقَ ألخاء مضمومة مفخمة مرتبة ثالثة ألقاف مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية واللام مستفلة مكسورة إذا نخلص اللام من أن تفخم خُلِقَ خطأ خُلِقَ الصح خُلِ خُلِقَ هَلُوعَ هَا الْهَا لا تجعلها صدرية أخرجها من نقص الحلق وهناك من يخرجها صدرية وهذا خطأ هَلُوعَ اللام هنا مضمومة ونضم الشفتين فيها وبعدها واو وهنا إذا وقفنا على هَلُوعَ نقف دمد العوض بمقدار حركتين لأنه تنوين وإذا استمرنا في القراءة تنوين جاء بعد التنوين هَمزة إذن هنا إظهر هَلُوعًا إِذَا هكذا إذا كسرت الهمزة جيداً ومساه سين مشددة سين ساكنة ثم سين مفتوحة وهي من أحرف الصفير هو اللهاء مضمومة ضم الشفتين الشرُّ هنا اللام الشمسية لأن بعد اللام جاء حرفه مشدد شين ساكنة ثم شين مفتوحة والراء هنا مشددة أيضاً وهي مفخمة راء ساكنة ثم راء مضمومة الشرُّ الشرُّ هكذا جَزُوعًا جَزُوعًا هنا الزاي والواو نضم الشفتين فيها ونقف أيضاً على مد العوض بمقدار حركتين وإذا استمرنا في القراءة تنوين جاء بعد التنوين والواو من حروف ينمو ألي تغام بغنى بمقدار حركتين جَزُوعًا وإذا هكذا نضم الشفتين في الواو وإذا مساه السين هنا مشددة إذا سين ساكنة ثم سين مفتوحة والهاء مضمومة نضم الشفتين مساه السين من أحرف الصفير الخير اللام هنا قمرية لأن بعد اللام لم يأتي حرف مشدد والخاء هنا مفتوحة فالخاء هنا مفتوحة إذا مفخمة مرتبة ثانية الخاء الخير مفخمة لأنها مضمومة منوع النون مضمومة بعد هواو إذا تكون هنا ضمة للشفتين ونقف على مد العوض بمقدار حركتين إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ هنا لدينا الهمزة مكسورة واللام هنا لا نمسكها لأنها مشددة إِلَّا هكذا اللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد مِم مضمومة المُوْ المُصَ المُصَ الصاد الميم مستفلة والصاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة اللام مشددة ونحرص على الكسرة المُصَلِّينَ المُصَ المُصُوْ خطأ لا تكوير الشفتين المُصَلِّينَ على صَلَاتِهِمْ الصاد هنا مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية واللام مستفلة صَلَاء افتح الفم في الألف تِيهِمْ التَاء والها مكسورة اكسرها جيداً والميم مظهرة صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ نسمع صوت الميم والدائمون فيها الحرف المد والهمزة في كلمة واحدة إذاً مد واجب متصل بمقدار أربعة وخمس حركات دائمون ونحرص على ضم الشفتين في الميم ولا نجعل غنى في هذه الواو والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ أيضاً هنا لا تمسك اللام المشاهدة تقول وَالَّذِينَ خَطَأَ وَالَّذِينَ هكذا لأن اللام فيها توسط وَالَّذَال هنا مكسورة نكسرها جيداً في كسرة الفاء جيداً ثم حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة وخمسة أَمْوَالِهِمْ أَمْ مِيمْ ساكنة وَمَفْتُوحة بعدها أَلِفْ أَمْوَا أَمْوَا خَطَرْ أَمْوَالِهِمْ افتح الفن في الألف واللام والها هنا مكسورة نكسرها جيداً والميم مظهرة أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ هكذا نسمع صوت الميم الحا مستفرة لا تقول حق حق خطأ حا حق حق ألقافه هنا مضمومة تكون مفخمة مرتبة ثالثة التنوين جاء بعده ميم إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الميم من حروف ينمو حق معلوم هكذا العين عميقة ساكنة معلوم اللام مضمومة بعدها واو وهنا نضم الشفتين ولا نجعل غنى في هذه الواو معلوم للسائل تنوين ثم جاء لام إذا استمرنا في القراءة إذن هنا لدينا إضغام بغير غنى لأن اللام هي من حروف الإضغام بغير غنى اللام والرى معلوم للسائل هنا لدينا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة ماذا مد واجب متصل بمقدار أربع أو خمس حركات لكسرة اللام جيداً والسين سين مشددة السين ساكنة ثم سين مفتوحة والسين من أحرف الصفير لسائل إلي كسرت الهمزة واللام جيداً والمحروم واللام قمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد الميم مفتوحة والحاء وساكنة مهموسة مستفلة ولا تقول والمح تفخم الميم والحاء لأنها الراء مفخمة مضمومة خطأ والمحروم والمحروم اقرأ الراء جيداً وفخمها وضم الشفتين هنا ولا تجعل في ألواو هذه غنى وهذه من الأخطاء الشائعة والذين أيضاً مرت معنا هنا لا تمسك اللام واكسرت الذالة جيداً خطأ يو يصدقون الدال هنا مشددة إذن دال ساكنة ثم دال مكسورة يصدقون دال مستفلة والقاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة يصدقون هكذا بيومي بيومي كسرت الباع جيداً ثم ضم الشفتين في الواو وكسر الميم جيداً ولا من كلمة الدين شمسية لأن جاء بعدها حرف مشدد الدين الدين بيومي الدين ننتقل هنا من الميم المكسورة إلى الدال لأنه هنا الهمزة همزة وصل ولا تنسى الدال هنا دال ساكنة ودال مكسورة ولا تجعل غنى في هذه الياه والذين مرت معنا أيضاً لا تمسك اللام واكسرت الذالة جيداً هم هم ها مضمومة أخرج مناقص الحلق ولا تجعلها صدرية ميم مع الميم إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الميم من حروف ينمو والنون هنا جاء بعدها عين إذاً إظهار هم من عذابي من عذابي كسرت الميم جيداً عذابي ربيهم باء مكسورة والراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة باء مشددة باء ساكنة ثم باء مكسورة ربي ربيهم ميم مع الميم إذاً إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الميم من حروف ينمو ربيهم مشفيقون لا تنسى ضمة الميم عندما تنتقل إلى كلمة مشفيقون مو مشفيقون شين ساكنة مهموسة فيها تفشي لا تنسى هذا والفاء مكسورة مشفيقون مشفيقون ولا تجعل القاف طبعاً مضموماً فخماً مرتبة ثالثة ولا تجعل غنى في هذه الواب إن عذاب ربهم غير مأمون إن دائماً نقول أن هذه الهمزة المكسورة لا تمطها خاصة إذا جاء بعدها نون فيها غنى تقول إن خطأ إن نون مشددة فيها غنى من مقدار حركتين عذاب كلها مفتوحة وفتحت الفن في الألف ربهم مرت معنا راء مفخمة لأنها مفتوحة والباء مشددة باء ساكنة ثم باء مكسورة يكسرها جيداً ربي ربهم هكذا كسرت الباء والها ميم مظهرة ربهم غير غير أسمع صوت الميم والغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية والراء مفخمة لأنها مضمومة غير غير هكذا ولا تجعل نفس يجري في الغين هذا خطأ فقط الصوت يجري في الغين مأمون مأمون اقفل الهمزة ولا تقول مأمون خطأ مأمون مأمون الميم مضمومة ضم الشفتين والواو أيضاً وَلَا تَجْعَلْغُنَّ فِي هَذِهِ الْوَا وَمِنَ الْأَخْطَاءَ الشَّائِعَةَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِغُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اللام هنا لا تمسكها من كلمة والذين لأنها مشددة لأن اللام من أحرف التوسط والذال مكسورة اكسرها جيداً هُمْ الْهَاءُ مَضْمُومَ ضُمَّ الشفتين والميم مظهرة هُمْ لِفُرُوجِهِمْ اللام هنا مكسورة لِالْفَاءُ وَالْرَاءُ وبعدها مضمومة فإذن ضم الشفتين فيها والراء مفخمة لأنها مضمومة لِفُرُوا لِفُرُوا لا تقول لِفُو لِفُورُوا لا تفخم الفاء الجيم والهاء مكسورة إذن جِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ الميم مظهرة لفروجهم حافظون نفتح الفن في الألف حافظون الفاء مكسورة والضاء هنا مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ولا تجعل غنى في الواو إلا لا تمسك اللام المشددة هنا وتذكر أنها من أحرف التوسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة على أزواجهم حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مد جائز منفصل بمقطاع حركتين أو أربعة أو خمس حركات أز زائ ساكنة من أحرف الصفير نسمعها جيدا أزواجهم والألف بعد الواو نفتح الفم والجيم والها أيضا مكسورة جيهم أزواجهم أو ميم مظهرة كما سمعتموها أو ما ملكت أيمانهم التاء هنا من كلمة ملكت مهموسة لأنها ساكنة ولا نبالغ في الهمس نقول ملكت أيمانهم خطأ يخرج مع صوت يشبه صوت السين أو الشين أيضا هنا نفتح الفم في الألف بعد الميم المفتوحة والنون ولها مضمومتان فإذا نضم الشفتين فيها والميم مظهرة أيمانهم فإنهم فإنهم الهمزة مكسورة فإي فإن لا تمطها لأنه بعدها غنى لنوم مشددة هذا خطأ فإن خطأ فإنهم نوم مشددة إذا نغنى من مقدار حركتين والهاء مضمومة ضم الشفتين والميم مظهرة فإنهم غير الغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية والراء مضمومة مفخمة غير اقرع الراء ملومين ملومين لا تجعل غنى في هذه الياء واللام مضمومة وأعدها واو إذا نضم الشفتين فاماني اكسر النون جيدا وهنا همزة وصلنا انتقل إلى الباء المقلقة لقلقة لصغرة لأنها في وسط الكلام والغين مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة والتاء مستفلة فاماني بتغو فاماني بتغو وراء الراء مفخمة لأنها مفتوحة ولدينا في هذه الكلمة حرف المد والهمزة في كلمة واحدة إذا مد واجب متصل بمقدار أربع وخمس حركات ذلك اكسر اللامة جيدا وافتح الفم في الألف بعد الذال ذلك فأولئك الوضع هذه لا تلفظ فأولئك فلا تقول فأولئك خطأ واضح فأولئك إذن لدينا هنا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل بمقدار أربع وخمس حركات هم العادون الهاء والميم مضمومة ضم الشفتين فيهما العادون هم العادون هم العادون همزة وصل ونبدأ بهمزة القطع مفتوحة العادون اللامقمرية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد أتى بعدها حرف العين المفتوح وأخرج العين من مخرجها وسط الحلق ولا تستعليها تقول العادون خطأ الدال هنا مضمومة دون ولا تجعل غنى في هذه الوا وضم الشفتين جيدا جيدا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين مرت معنا لا تبسك اللام واكسر الدالة جيدا هم هاء الهاء لا تخرجها صدريا خطأ أخرجها من نقص الحلق هذه الهاء الصحيحة هم هم ضم الشفتين والميم مظهرة هم لأماناتهم لأماناتهم فتح الفن في الأرفات التي موجودة بعد الميم وبعد النون والتأو والهاء مكسورة نكسرها جيدا تهم أماناتهم ميم مظهرة نسمع صوت الميم جيدا لأماناتهم وعهدهم راعون كذلك كلمة عهدهم الميم مظهرة والهاء من كلمة وعهدهم الساكنة مهموسة يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس من أقص الحلق والدال هنا والها مكسورة ديهم وعهدهم كما قلت الميم مظهرة راعون راعون الراء مفخمة والألف التي بعدها مفخمة أيضا راء مفخمة لأنها مفتوحة والعين مضمومة ضم الشفتين فيها عوعون من وسط الحلق والذين هم مرت معنا بشهاداتهم الباء مكسورة بشهاد فتح الفن في الألف بعد الها وبعد الدال بشهاداتهم الدال والها مكسورتان نكسرها جيدا ميم مظهرة بشهاداتهم قائمون القاف مفتوحة بعدها ألف إذن مفخمة مرتبة أولى ولدينا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة إذن مد واجب متصل بمقدار أربعة أو خمس حركات ونقف على المد العارض للسكون بحركتين أو ست حركات قائمون ولا نجعل غنى في هذه الواو والذين هم مرت معنا وتكلمت فيها اللام لا تمسكها والذال أكسرها جيدا والهاء المضمومة ضم الشفتين والميم مظهرة هم على اسمع صوتها صالاتهم يحافظون اسمع صوتها الميم المظهرة صالة الصالة الصاد مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية اللام مستفلة صالاتهم هكذا التاول هم مكسرة تيهم صالاتهم يحافظون يحافظون الياء مضمومة ضم الشفتين فيها حا يحا فتح الفم في الألفات لا تجعلها ممالة تقول يحا يحا خطأ الفاء مكسورة في الضاء مضمومة إذا مفخمة مرتبة ثالثة ولا تجعل غنى في هذه الواو في حالة الوقف على المد العارضي للسكون وهو من الأخطاء الشائعة أولئك الهمزة مضمومة والواو هذه لا تلفظ ضم الشفتين في الهمزة ثم لدينا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة إذا مد واجب متصب بمقدار أربعة وخمس حركات في كسرة الفاء جيدا جنّا جنّا لا تقول جنّا لا تجعلها لف ممالة افتح الفم وتخلص من هذه الإمالات والنون مشدد فيها غنى بمقدار حركتين لدينا تنوين جنّا تن خطأ جنّا تن لدينا تنوين جاء بعد التنوين ميم إذا اضغام بغنى لأن الميم من حروف ينمو والغنى تكون بمقدار حركتين جنّا مكرمون هكذا نحقق الكسرة ثم ننطلق إلى الغنى ثم ميم مضمو ما ضم الشفتين أعيدها جنّا مكرمون الكاف مهموسة ساكنة فيها همس مكرمون لا تقول مكرمون هذا همس كثير وخطأ لا تبالغ فيه الراء مفخمة لأنها مفتوحة والميم مضمومة مستفلة نضم الشفتين فيها والواو ولا نجعل الغنى في هذه الواو مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كَلَّا إِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ فما لي هنا لدينا الفاء والميم مفتوحة فما لي فما للذين الذين لا تمسك اللام واكسر الذالة جيدا لا تقول الذين خطأ الذين لا تذكر أن اللام من حرف التبسط يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة الأخطاء التي تحدث في هذه الكلمة أنه يفخم الكافة والفاء لأن الراء مفخمة مضمومة فيقول كافارو خطأ أو يقول كافارو يرقق الراء لأن الكاف والفاء مستفلة إذن الكاف والفاء مستفلة والراء مفخمة كافا كافارو قيبالك اقرع الراء لا تنسى اقرع الراء جيدا قيبالك القاف مكسورة مفخمة أدنى مرتبة خامسة وما بعدها مفتوح قيبالك قيبالك مه الميم مضمومة ضم الشفتين والهاء ساكنة مهموسة من ناقص الحلق الطاء مكسورة والعين مكسورة والطاء مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة مرتبة خامسة مهطيعين هكذا لا نجعل غنى في هذه الياء عني اليمين عني اليمين اللامونة قمرية ويجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لين عمر من أحرف التوسط اليمين الميم مكسورة ونكسر الميمة جيدا وكذلك النون عني اليمين وعني وعني كسرت النون من كلمة وعني الشمال هنا اللام الشمسي لأن جاء بعدها حرف مشدد شين ساكنة شين مكسورة الشي الشمال هكذا وفيها تفشي لا ننسى ذلك واللام أيضا هنا مكسورة عي عيزي عيزين عيزين عين زايا مكسورة عيزين لا تجعل غنى في هذه الياء واكسر الزايا والعين جيدا آياء طمعو لا تقول آياء آياء طمعو الهمزة والياء مستفلة والميم والعين مستفلة فقط الطاء مفخمة مقلقلة والتفخيم مرتبة رابعة لأنها ساكنة آياء طمعو آياء طمعو هكذا العين مضمومة فيها ضم الشفتين هنا لدينا كل وانظر إلى الشفتين لدينا لام مشددة إذن لام ساكنة ثم لام مضمومة إذن أخلص اللام الساكنة من أن تأتيها ضمة الكاف ك ل كل كل هكذا لا نضم الشفتين في اللام الساكنة يجب أن نخلص الحركات أن نخلص الساكن من المتحرب كل كل الهمزة هنا همزة وصل إذن من اللام إلى الميم الساكنة والراء مراقق لأنها مكسورة ولدينا هنا تنوين همزة مكسورة تنوين مرئ وجاء بعدها التنوين ميم إضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الميم من حروف ينمو وكذلك منهم نون جاء بعدها نون ساكنها إظهار والميم مظهرة إذن نقرأ بهذه الطريقة كل الياء من حروف ينمو إضغام بغنى بمقدار حركتين والدال هنا ساكنة مقلقلة قلقلة صغرة لأنها في وسط الكلام أن يدخل الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة ولا مستفلة يدخل لا لا ولا تقول يدخل خطأ يدخل جنة نعيم النون من كلمة جنة مشددة فيها غنى من مقدار حركتين ونعي كسرة العين جيدا من كلمة نعيم وليا بعدها لا تجعل فيها غنى كلا هكذا لا تمسك تقول كلا لا تمسك اللام لأن اللام يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط لين عمر إذا استمرنا في القراءة حرف المت في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مت جائز منفصل بمقدار حركتين واربع وخمسة كلا إن هكذا هذه الهمزة المكسورة من كلمة إن لا تمطى تجعل بعدها إن خطأ إن هكذا النون مشددة فيها غنى بمقدار حركتين خلقناهم خ خ الخاء مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية لا مستفلة قاف مفخمة مقلق لا والتفخين فيها مرتبة رابعة لأنها ساكنة خلق خلق هكذا خلقناهم لا تقول خلقناهم نا خطأ نا خلقناهم الهاء مضمومة القلق طبعا للقاف قلق لصورة في وسط الكلام والهاء هنا مضمومة نظم الشفتين فيها الميم مع الميم اضغام بغنى بمقدار حركتين لأن الميم من حروف ينمو خلقناهم مما كسرت الميم مما يعلمون يعلمون العين عميقة من وسط الحلق لا تستعليها فيخر صوتها مشوها والميم مضمومة نظم الشفتين فيها يعلمون الواو أيضا لا تجعل فيها غنى وهذا من الأخطاء الشائعة أن تجعل غنى في أحرف المد الثلاثة الأريف والواو والياء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دوريد إبراهيم أبو مريم أدمن صفحة التطبيق العملي لنطق الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دوريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته